بعد أيام من استلامها زمام الحكم في ليبيا والبدء في عملها بشكل رسمي ما تزال تبرز تحديات جديدة أمام الحكومة في مقدمتها كيفية التعامل مع ميليشيات حفتر كيف ستتعامل حكومة الوحدة الوطنية مع الوضع في المنطقة الشرقية وهل بدأت في تسلم الإدارات الحكومية والحيوية والأمنية فيها وما مصير الحكومة الموازية وهل غادرت المشهد بالفعل أسئلة ما تزال تحتاج الإجابة خاصة ما يتعلق منها بسيطرة ميليشيات حفتر على تفاصيل المشهد في المنطقة الشرقية بل وتهديد بعض عناصرها رئيس الحكومة عبد الحميدة بيبة بأنه لن يدخل المنطقة وهو ما ذهبت إليه صحيفة فورمايك الإيطالية قائلة أن حفتر ما يزال يشكل تهديدا للوحدة الوطنية بالليبيا مضيفة أن انتقادات ميليشيات تابعة له الحكومة الجديدة قد تتطور إلى ارتكاب أعمال مسلحة ضدها إلى جانب ذلك لم يتضح حتى الآن ما الآليات التي وضعتها الحكومة للتعامل مع هذه الصعوبات ولم تفعل أي إدارة في مناطق سيطرة حفتر بما في ذلك إعادة تفعيل الإدارات الحكومية في الجنوب التي غدرت قبل سنوات بسبب ترد الوضع الأمني وسيطرة الميليشيات عليه ملفات وتعقيدات عديدة تضع صعوبات جمّة أمام توحيد المؤسسات بما في ذلك الجيش والتحييد سيطرة حفتر على الواقع الأمني بالمنطقة الشرقية وإنهاء إمكانيات أن يشتعل أي توتر مسلح مستقبله